رقم سبع بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه ونتكلم عليه بدقة هو ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ستة ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التغافر عن الخلافات في وقت الشدة وده نقطة مهمة جدا جدا فيه ناس وقت الشدة بقى يحاولوا ياخدوا حقهم ويحاولوا يتعاملوا بشيء من الشدة فده ما ينفعش وده ما يصحش ما نختم به بقى في الخطوات المهمة جدا جدا فيما يتعلق بهذه الخطوات المهمة ان احنا هنتقارب ونتلامس جسدية نبقى قاعدين مع بعضه قريبين من بعض لان هذا التقارب بيحصل لدى الانسان عاطفة وتخلي الانسان مطمئن وتخليه مرتاح وتخليه يحس بان الشخص ده قريب منه فعلا ومش بعيد عنه ويحس انه هو مش قريب جسدية ان ده قريب من مشاعره واحنا عندنا كل ما الناس تقاربت من بعض كل ما مشاعرها حصل فيها نوع من انواع التقارب وعشان التقارب ده مش تقارب اكساد في الحقيقة لكن هو بيعطي للانسان اللي انت مقترب منه ان انت مش رفضه وان ان انت بتحبه وان انت حريص عليه وان ان انت هتفضل جنبه الخطوات اللي احنا ذكرناها دي كلها خطوات بتدل على ان مهارة التعمق في فهم المشاعر ومعارة ان الانسان يتفهم زوجه او تتفهم زوجها تفهما عميقا لوجدانه هي مهارة في الحقيقة بتساعدنا على ان احنا ننشئ حياة زوجية صحية مش حياة زوجية صحية بس حياة زوجية صحية رشيدة وقوية يشعر كل واحد فينا في حياته الزوجية بانه عنده دعم وعنده تأدير وعنده كمان حبه متبادل وكمان عنده تواصل ممكن يعتمد عليه لما يتعرف لتحديات ودوة اللي يخليه حس بان حياته حياة استقرار وحياة هنة وحياة سعادة وحياة تفاهم وده كله بيصب فيه الامان والاحترام والاهتمام والتأدير وبكده بهذه المهارة الانسان يحس ان بيته اصبح مدد من الله سبحانه وتعالى له عشان يستمر في الحياة ويرتسم على قلبه ابتسامة انه بالفعل يعيش مع نعمة في بيته اللهم اجعلنا من اهل هذا التفاهم الوجدان العميق لأهل بيوتنا لكي نستطيع ان نكون ممن زاقوا حلاوة المودة والرحمة التي نسرتها في بيوتنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين